لم تفرز الانتخابات في العراق قوائم فائزة أو خاسرة كما في سنتها البديهية بل أفرزت حملة إعلامية مستعرة تطالب بإلغاء نتائج الانتخابات تقابلها أخرى مضادة تطالب بإبقائها وكل هذا على حصيلة ناخبين لم تتجاوز نسبتهم الـ 19% وفق مراقبين بريطانيين وبصرف النظر عن شرعية الانتخابات من عدمها يصلت الضوء على الأسلوب والمنطق الذي يتعامل به شركاء العملية السياسية في العراق الحرب الأهلية سلاح يلوح به الشركاء بين الفينة والأخرى وكأن مصير البلاد ودماء العراقيين مرهون بمكاسب أحد الأطراف فيشعلها إن خسر مفوضية الانتخابات أحدث الملوحين بالحرب حذرت على لسان رئيس الدائرة الانتخابية رياض البدران من أن ما سمته الانقلاب على نتائج الانتخابات سيقود إلى حرب أهلية بعد يوم واحد فقط من تصويت البرلمان في جلسة استثنائية على قرار يلزم المفوضية ببدء عملية الفرز اليدوية بنسبة 10% وإلغاء نتائج انتخابات الخارج والتصويت المشروط للنازحين في أربع محافظات هي الأنبار وصلاح الدين رئيس اللجنة القانونية النيابية محسن السعدون قال إن قرار البرلمان الأخير لن يطبق على أرض الواقع كونه يخالف نصا في قانون الانتخابات المشرع كما أن القرارات لا تلغي القوانين المصوّة عليها سابقا وعلى هذا المساري المتأرجح تدور عجلة صراع ما بعد الانتخابات وبالنظر إلى سابقاتها يخشى من أن تكون نتيجتها أسوأ من أي وقت مضى لا سيما وأن جوقة المهددين بالحرب الأهلية ابتدأت بنور المالكي ولا يعتقد أن تنتهي بالمفوضية